اليوم نتكلم عن باب مفتوح ولا يغلق إلا في حالتين حين تبلغ الروح الحلقوم عند الغرغرة عند الموت وإذا طلعت الشمس من مغربها يعني إذا تتابعت علامات الساعة الصغرى ثم بدأت علامات الساعة الكبرى ورأى الناس طلوع الشمس بدل ما تطلع من شرق كالعادة خرجت من غرب والذي يخرجها من الشرق قادر سبحانه وتعالى أن يخرجها من الجهة التي يشاء سبحانه وتعالى عندها إذا رأى الناس ذلك آمنوا لكن لا ينفع نفسا كما قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال أهل العلم قالوا هي خروج الشمس من مغربها أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول الصحابي وهو يصفه يقول يتكئ على عصى قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر الواحد لما يكبر يترهل وجهه فتلقى الوجه طائحه هذا من شدة ترهل الوجه حتى الحاجب الجبهة طائحة كذا مغطي على العين يقول أقبل يتكئ على عصى حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها ما فيه معصية إلا جربها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لو سعتهم ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يكاد يراه من شدة الكبر والصحابة مشدوهين من هالشايب اللي جاي يعترف أني طول حياتي معاصي أنا خطاياي لو تقسم ليس على أصحابك على أهل الأرض كلهم كفتهم دخلهم النار يا رسول الله فهل لذلك من توبة هو في مجال أتوب عقب ما شيبت وكبر سني واقتربت ومنيتي هل لذلك من توبة فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت الكافي بدايات الإسلام قال أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك قال وغدراتي وفجراتي عندي أموري مين يسار وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل خارج من المسجد وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى غادرهم وذهب إلى أهله لا يجوز لأحد أنه يضيق على الناس باب التوبة الذي يقبل التوبة أو يردها هو رب العالمين هذا فعل لله سبحانه وتعالى ليس فعلا للعبد ما هو أنت اللي تقول للناس أن تقبل توبتك وأنت ما تقبل توبتك لا النصارى إذا فعل الواحد منهم الذنوب الكثيرة جاء إلى القسيس واعترف بها فزعم أنه يغفر له نحن ما عندنا كذا عندنا الأسجد بين يدي الله تعالى واعترف له بدمبك واطلب سماحه ومغفرته وناده كما نداه ذنون بن متة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله في أحد تتوجهون له في باب تطرقون فيه سيد تنطرحون بين يديه إلا الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون إقفال باب التوبة عن الناس وتقنيطهم عن رحمة الله هذا مؤذن بعذاب من يقنطهم يعني حتى ترى لا يجوز لو واحد فرضا عابد صالح وكذا أنه ينظر إلى عاصي ويقول له لن يغفر الله لك أنت كم فعلت لن يغفر الله لا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما عابدا كثير العبادة والثاني عاصي وكان هذا العابد وهو رايح لمصلاه يلتفت ويلقاه العاصي على معصية فينصحه والعاصي ما يقبل يقول له دعني وشأني دعني وشأني يعني ما هو بشغلك وش دخلك دعني وشأني دعني وشأني يمر بكل مرة ينصح يابتق الله يا أخي خاف الله ويقول دعني وشأني دعني وشأني يوم اللي يام تحمس شويها الطائع وشاف نفسه هني أنا راعي عباده وصلاح وتقو وصلاح وهذا عذب الله على الحال فلما نصحه يوما وقال له دعني وشأني أو دعني وربي دعني وربي قال له والله لا يغفر الله لك وارتفعت الكلمة إلى السماء فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي يعني من هذا الذي يتحكم فيني يحدد أنك يا ربي بتغفر لهذا وهذا لا تغفر له أنت اللي تحدد أنت اللي تتحكم في مغفرة الله أنت اللي تنزلها كما صرت رب العالمين أجل أنت قال الله من ذا الذي يتألى علي من هذا الذي بلغ به الإعجاب بعبادته إلى درجة أنه يشعر أنه شريك معي في المغفرة هو للعذاب من أنت حتى تتحكم في ربي يغفر لي فنان ولي يترك فنان ثم قال الله قد غفرت له وأحبطت عملك عملك هل لي أنت سويتك كله ترى مليان عجب ورياء قد حبط ما قبلناه وهذا غفرت له قد غفرت له وأحبطت عملك يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول الراوي قال كلمة هالرجل الصالح العابد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته أفسدت عليه دنياه لأنه استمر يعبد يعبد ولا في قبول لعمله له اللي استمتع بدنياه بما يستمتع به الناس وله باللي حصل خير في الآخرة قال أوبقت عليه دنياه وأوبقت آخرته أذهب أخسرت آخرته أفسدت آخرته لأنه أعجب بعمله وصرت عماله كلها غير مقولة ولذلك ينبغي فتح أبواب التوبة للناس على مصرعيها أنتبه لا تقول في نفسك مثلاً أن لا الله الله لن يغفر له فلان ولا الله ولا تنظر لأحد بعين يعني الاحتقال بسبب معصيتها أنا بعضيكم قصة شفتها بنفسي وصارت صراحة عبرة لي مرة حضرت قبل سنوات حضرت اجتماع لأحدى الجمعيات الخيرية يعرضون أعمالهم ومنجزاتهم وكان حاضر مجموعة من التجار والمحسنين وقضات وجمعيات كبرى وجيت وجلست من بينهم فلما طلعت بروح للسيارة بأخذ غرض رأيت واحد طالع من التجار هاللي موجودين يعني طالع ثوبه يسحب في الأرض يمكن سبعين ثلاثة يعني يبغى له ويمشي يرفع شوي عشان ما يطيح بس ثوب الثوب وحالق الشنب والحية وبزقارته واقف براء يعني طالع يأخذ له زقارة ويرجع وفي اجتماع خيري وقضات وافتتحنا بقراءة القرآن أنا ما أسأت به الظن لكن قلت في نفسي أي هديه يعني هذا بهذا الحال وحن في جمعية خيرية ووقع الشيطان في نفسي أن هذا الرجل يعني ربما عنده مثلا من المعصية وعنده كذا وكذا إلى آخره فخلصت شغلتي من السيارة ورجعت وجلست جاءه وجلس في مكانه فلما قمنا انتهينا سألت بواحد من الأخوة منظمين قلت أبسألك هذاك الرجال من هنا قال هذا فلان التأجر فلان والنعم والله يا ابو عبد الرحمن والنعم والنعم قلت شلو عرفني به طب ما قلت لهني رأيتك قلت عرفني به قال هذا يا ابو عبد الرحمن بنى عندنا في أفريقيا مدرسة ومستشفى وجعل معها وقفا ومسجدا الوقف هذا يدر تكاليف هذا كله وإلى يومك يمشي لنا رواتب الإمام والمؤذن ومدرسين القرآن ويقول والله إن شفت صورتي في بروشور ولا إعلان ولا إن رأيت اسمي لا أوقف عنكم كل هذا والله انطلعت اسمي ولا أخبرت أحدا أبغاها لله انطلعت اسمي لأحد والله لا أوقف عنكم كل تبرع يتبرع يقول فنحن الآن من عشر سنوات إذا ذكرنا أسماء المتبرعين ولا عطيناهم دروع ولا شيء الرجل يبقى مكانه لا يعطى درع ولا يذكر اسمه ولا يشكر يجي كذا يحضر بس إرضاء لنا ويمشي قلت في نفسي سبحان الله كفى بالمرء يثمن أن يحكر أخاه المسلم لا تحكر أحدا مهما رأيته واقعا في المعصية انتبه ليقع في نفسك أنا خير منه طرح أول من قال أنا خير منه بليس أنا خير منه أنا علاقة مثلا أصل في المسجد دائم ربما عنده من الأعمال الصالحة ما يكفر الله تعالى به الخطايا التي تراها أنت بعينك ربما بينه وبين الله تعالى أسرار فلا تحتقر أحدا وأنت تعامل معه ولا تنظر إليه ولا شيء ترى إن وقع في قلبك عجب بعملك أفسد عليك كل عملك هيا أبو عاصم سم ترجمة نانسي قنقر